موسيقى معكم السياسة اليوم دائما عبر أسير إذاعة النور وفي حبارنا السياسي اليوم نستضيف مدير مركز الارتكاز الأعلامي الأستاذ سالم زهران أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم عبر أسير إذاعة النور ومعك اليوم سنسأل عن أجواء تأليف الحكومة عن المبادرة الفرنسية وما إذا كان لديك ما يؤكد أن الفرنسيين أعطيه مثل تمديد لما سمي سابقا تفويد أمريكي لهم بإدارة الملف اللبناني وتحديدا الحكومة هل هناك ما يؤكد ويثبت هذه المعلومات أيضا سنسأل عن مبادرة حزب الله وإذا كان حزب الله يقوم بمبادرة طبعا اليوم صحيفة النهار عند إبراهيم بيرم بتقول أنه الوساطة السابقة يعني لم يكملها حزب الله وأصيبت بالخيبة بينما بصحيفة الأخبار إبراهيم الأميم بيقول أنه حزب الله أعاد تحريك محركاته من أجل الدفع باتجاه تأليف الحكومة سنسأل عن موضوع كنت حضرتك من أوائل اللي حكيوا عنه اللي هو الموقفين بالإمارات طبعا بعد الكلام ما بحضرتك حكيت قبل ولا قبل ما حكي اللي هو أعباس إبراهيم للحرة صحي وأيضا الوضع في طرابلس اللغز في طرابلس يعني شو صار ومين اللي حرك الناس ولايش صار وطبعا من خلال هالعناوين في كتير تفاصيل فأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بحضرت هل عادت الإيجابية في موضوع تأليف الحكومة أستاذ سالم هل يمكن البناء على أجواء إيجابية ما بين منزلتين أعلم أنه الاستاذان يعني أكبر مننا بالسن وبالقادر وبالمعرفة الصحفية الإبراهيمين لكن لا أنا رأيي الشخصي ومعلوماتي لا المبالغة والقول أن حزب الله كأنه هلأ على النار حتى مبادرة من أول وجديد صحيح ولا الحكي أن حزب الله والملف الحكومي نكب البحر أو بالفريزر صحيح صحيح هي المنزلي بين اتنين الصحيح أنه من حوالي الأسبوعين وأكتر كان فيه أو أذا بدي يكون دقيق أكتر وأكتر يعني بشكل مباشر بعد خطاب سمحت السيد حصل نصر الله الأخير نقال أنه يلا بدنا نشهز المكنات ونبلش نقلع من أول وجديد للأسف طلع الفيديو الشهير للحديث بين الرئيسين دياب وعون وتفرملت كل المساعد هون ولو أطعتك الفيديو مقصود تسريبه شو معلوماتها؟ فيه رأيان فيه رأي بيقول إنه آه الفيديو عن عمد فيه رأي بيقول لا هي غلطة تقنية عملت اللي عملته شو أناعتك؟ أنا أناعتي الشخصية إنه هي غلطة بس ربا ضرت النافعة يعني ما زعلوا إنها طلعت لأنه الأساس عدم تشكيل حكومة الأساس عدم وجود ثقة بين الرئيسين لمكلف ورئيس الجمهورية الأساس إنه الرئيس سعون عم بيقول بشكل كتير واضح تسمى سعد الحريري وأنا مش راضي ومش رح خليه يكلف وأنا يقلف وأنا مش راضي والرئيس الحريري بالأساس عم بيقول أنا تكلفت بلا أصوات طيار الوطني الحار وبدي جرب شكل الحكومة بلا الشراكي مع الطيار الوطني الحار الأساس إنه كل واحد من كل الأطراف السياسية من حزب الله إذا بدك وجر مسؤول اليوم بإيجاد حل لأن يلي وصلنا لهون بالتكليف مشبور يكمل معناه بالتكليف وعم بلش عزاعة النور بحزب الله بالرغم اليوم حزب الله الأقل إذا بدك تأثيرا سلبيا في هذا الملف بل على العكس تحول حزب الله وهي دي من المفارقات الغريبة العجيبة بالـ 2020 هيدا السنة اللي بتنعادي ممكن كل مئة سنة أنه حزب الله بدل ما يكون عنوان الاشتباك أصبح حزب الله ساعي حل البريد بين الطيار الأزرق والطيار البرتوقالي وهي دي مفارقة جديدة بالحياة السياسية اللبنانية على قليلة من 2050 اليوم أول مرة بيكون حزب الله هو المناجه من قبل أطراف السياسية لأن يأتي بحل وعفوا وهيدا دليل أنه المشكلة اليوم منه مشكلة العلاقة بحزب الله لا له علاقة ببيت الأطراف خلينا نستكمل المسار كنت عم تقول كان في مبادرة رجع اللواء عباس إبراهيم عمل زيارة فالفيديو المسرب أفشل المبادرة اللي كان حزب الله يريدها وأحبط حزب الله زبدك نفسياً وعملياً لكن اللواء عباس إبراهيم أصر من بعده هو والرئيس بالريد اثنينهم كل واحد على جبهة أنه لا نجرب نرجع مفاعل مبادرة عمل برمي اللواء عباس إبراهيم وكمان هون الصحف بلغت وكتبت كماله أنه اللواء عمل مسودة حل هالحكي مش صحيح هالحكي أنا سمعته من ساعات اللواء هو استطلع استمزج لكنه لم يقدم حلولاً أو أفكاراً لحلول واللي فهمته بهذه الجولة تبين أنه لا بعض الأفق مسكرة لأنه اللاسقة بين الاثنين موجودة وبالتالي أساساً اليوم السؤال الجدي المطروح تشكيل حكومة بعض الظروف صحة طب إذا هلأ هيك عم بصير بكرة بسيعدوا على الطاولة شو بيعملوا ببعضهم بعتقد حتى اللبنانيين اليوم ما بقى لهم مصلحة تتشكل هايدي الحكومة لأنه هايدي الحكومة مثل ما هي هيك ما رح فيها تقلق شو البديل البديل بده ينعمل تسوية سياسية كبيرة إن شاء الله ما يكونوا الأطراف المحلية مجبورين عليها بس عمين قال أنه هو هالتصعيد بين الطرفين هو من أجل الوصول لتسوية مختلفة عن التسوية الرئاسية اللي نعملت بال2016 ولا أنه يكملوا مع بعضهم بس عم يرفعوا السقوف لا كل حدا بده تعديلات على شروب التسوية أهد بسينا السؤال المركزي اليوم هل تعند الرئيس الحريري وتصلبه هو رسالة للدول الخارجية العربية إنه هيني أنا عم متصلة بوجمي شارعون يا هل نحن عم نستعمل عدم تشكيل الحكومة من أجل مكاسب سياسية أخرى سؤال التاني كمان بتاني جهة هل الطيارة الوطني الحر وخينا الوزير جبران باسيل كماني عم بيعنت بهذا الملف لا يقول أنا بباقي الملفات ومنها الاستحقاقات المقبل سواء الانتخابات النيابية أو الرئاسية هاي دي بروفاك كيف رح كون عم بتعطى وإنه أنا كماني ضمنا مش رح أعطيها للاعب محلي ولا حتى للاعب فرنسي بدي أعطيها للأمريكي وقت اللي بدي شيل عقوبات عني كمان هيدا سؤال مشروع شو الأجوب يا هل الحريري يتصلب لأنه ما بدي يؤلف حكومة هو عم يبعث رسائل للدول أخرى أنا أعطي الشخصية اتنينهم صح الرئيس الحريري مش بالدرجة الأولى باله بتشكيل الحكومة لأنه بيعرف فايد الحكومة بس تتشكل عندها مطباط من ضمن المطباط رفع الدعم ولهيك كنا الحكي لحكومة بشباط وتمددت الحكي صرنا عم نحكي بحزيران وتموز لأنه الحاكم أمم مليارين دولار اللي حكينا عنهم الحلقة الماضية وصار معنا لحزيران وتموز وأنا أعطي بالجهة التانية الوزير جبران باسيل كمان اليوم بزعيم ماروني مرشح لرئاسة الجمهورية الطبيعية محطوط على العقوبات الأمريكية بيقول لها خي ليش لا تمشي الدنيا وأنا بعدني براتها لا يمكن طول بالي شهرين ثلاثة يصير في تسوية إقليمية كبيرة وأنا أكون جزء منها التسوية عم بيحكي له أمور بموضوعية مطلقة تقديري اتنين هنما بدون حكومة وكل واحد منهم عم بيستفيد من عدم وجود الحكومة لأسباب استراتيجية أبعد الحريري بيحسن علاقته مع الخارجي من خلالها هذا المشكل والشدة عصب جمهوره الوزير جبران باسيل ياخد هالورقة وورقة ترسيم الحدود ليحكي مع الأمريكيين مش مع الفرنسيين ولا مع المحليين لأن في رفع عقوبات يعني ما عاد فيه أهمية لفكرة أنه العهد وآخر سنتان بالعهد وفشل العهد وإذا ما ألف حكومة يعني هاي ضربة إضافية لضربات تلقاها العهد خلال الفترة هيدا ما عاد بلو تقلو بالحسابات حضرتك عم تسألي هاك بينما بالجهة التانية بالعكس عم تشوفوا تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري بموازين القوة اللي عم تنحكها بيعني الضربة القاضية للعهد وزير جبران باسيل عم بيقول بالهامس أنا ما سمعته منه لكن نقلا عن بعض اللي سمعوها منه إنه هيدا عم بذكرنا بحكومة فؤاد السانيورة مع الرئيس إميلا حود وبالتالي رح تتشكل الحكومة نكون فيها نحنا شاهد ما شفش حاجة طيب عدم تأليف حكومة أبدا كمان ما بيشكل ضربة للعهد هل تلقوة أقل سلبية؟ إذا المحروقات والأمح والدواء مدعومين النينة مية هيدا الصغيرة فيك تحطيها بالسراي وتحكم لبنان وإذا هلأ بترفع الأمح والدواء والمحروقات إذا بتجيبي أنشتاين بتحطيه بالسراي والحكومة بينزلوا الناس بيكلوا بسنانهم الحاكم أمن مليارين دولار من أموال اللاجئين ومن رفع رسمين المصارف أموال اللاجئين اللي بتجي بالدولار سراع معطيها باللبنان مبارح مضى عقد ل 246 مليون دولار من بنك الدولي منقبضه خلال سنتين وثلاثة شهور ومنسدده خلال 13 سنة كمان رح ياخدوه بالدولار ويعطوه باللبناني صار معنا لحزيران لتموز لهيك ما حدا مستعجل من هلا لحزيران لتموز ومنعرف أنه بينقال الحريري ما عاد يملك شيء ما عاد يحمل أنه ما يكون بالسرايا أو على القليلة أن لا يكون مكلف يعني كمان هيك رئيس الحريري استراتيجيته أنه أنا علاقتي مع الثناء حركة وحزب ممتازة وضابوا بهالورقة بجيبتي اشتباكي مع الوزير جبران باسير عم بعليلي أسهم بالشارع بين هلالان السن الأزرق يعني المؤيد لطيرهم المستقبل وعم بيفتح لي أبواب الخليج لهيك خليني استفيد من هذا الاشتباك بأكبر قدر ممكن يعني أنا يعطيك استرسال منه ما في حكومة من هون راح زيران تموش أنا مش شايف أنه في حكومة إلا بحالتين الحالة الأولى يقدر ماكرون علنية وجهارة وصراحة ينتزع موقف أمريكي عربي يقول فيه المبادرة الفرنسية هي الصالحة للملف اللبناني وكل الحديث نقلا عن مراسلة مدري فيه مين ونقلا عن محل المدري شو بلا طعمه كان مراسل العربية بلقاء مباشر معه لماكرون قال له سأزور لبنان وأنه راح كف يعني هم جدا إجت لك مرات وطلع بلا رجع يعني حتى البيان اللي طلع عن الاتصال وبي بايدان فيه شي خطير ربط لبنان بالملف النووي الإيراني وإذا هيك الرابط عم بيصير منها اللي عمل لك ما في حكومة لأنه لا الإيرانية راح يربطوا الملف اللبناني فيهون وللأطراف اللبنانية وعلى رأسهم حزب الله راح يبقوا يربطوا حالهم بهذا الملف لا أنا عم مثله والشخص عم بقولوا بكون حزين أنه أنا كشخص ربيد تربية قومية أني قابل بوكيل للبنان اللي هو الفرنسي لكن أنا معه الوكالة لأنه هي الطبقة السياسية يتعودوا يمكن على أبو يعرب تعودوا على نموذج غازي كان عام بإدارة البلد أنا معهد التوكيل الفرنسي إذا هيدا الفرنسي بديو عمل حل لكن يا أخد بوثينا في كتار باللبنان عم بيقولوا مين قال أنه نحن بحاجة للمبادرة الفرنسية مش الفرنسيين بحاجة كمان للمبادرة مين قال أنه هاي المبادرة ما بدأت تاخد المرفع وبدأت تاخد المطار وبدأت تحط إجراء بالبحر المتوسط ومين قال أنه هاي المبادرة الفرنسية كمان مش هتعملنا وجع راس يعني هي القصة كأنه نحن بحلقة مفرغة ايه صحيح نحن بحالة استعصار الحل قلت في حكومة بحالتين الحل الأول ماكرون ينتزع اعتلاف عربي وأمريكي بأنه المبادرة الفرنسية شو هي هي الحل بلبنان ويطلع وزير خارجي الأمريكي جديد يقول نصق بصديقنا ماكروفي لبنان لإدارة الملف بشكل مباشر وواضح وصريح ما تظهر حتى السفيرة الأمريكية الشيعة وقت اللي عملت ببرمطة بلبنان حكت بملف ترسيم الحدود حكت بملف ترسيم الحدود حصرا وبعد أساسا مش معروف أزا رح تبقى هي ولا رح تجي الإدارة الجديدة وتقول لي الله معك الخيار الثاني وأنا ما بتمنى يصير هو اللي صار بترابلوس يصير على مستوى كل لبنان وهيدا الانفجار اللي كبير يجبر لكل إنهم يتنازلوا وكمان هيدا بعيد يعني اثنينهم فعليين بعاد ممكنين لكنهم بعاد شو صار بترابلوس؟ فينا نفهم فينا نحل اللغز يعني لحد يتهلأ نقال إنه في جهات ما منعرف منية حركت ناس طيب خلينا نبدأ أول شي بنقطة إنه احتمال إنه هالناس التعباني الجوعاني المأهورة بترابلوس لمنعرف قد هي محرومة وتعاني من الأهمال نزلوا وكسروا لهيدا الاحتمال ليش غير وارد؟ الأمثال الشعبية وبالذات اللي بتتحول من أمثال هيك شفوية متناقلة على الألسن لأمثال موثقة إلا معنى لأنه بتمرأت الشعوب بتجارب كبيرة وعصارة التجارب هذا المسهر الشعبي في مثل روسي ما عم بلاقي غيره كل ما يحكي عن ترابلوس شو بيقول لا يبنى الحيط بحجر واحد لا يبنى الحيط بحجر واحد ما تصدق إنه المشهد بترابلوس وهيدا الحيط الكبير سببه مشهد واحد يعني إنه والله مجموعات عم تقبض لا أو الفقر لا أو هني كل هول الأسباب مع بعض ونبعض لكن أنا شغلت أقدم المعلومة وأقدم قراءتي بالمعلومة قبل حلقتك بدقائق أختنا بوثينا اتصلت بوزير الداخلية ويسمح لي بدي يقولها لهوا وسألته هالسؤال إنه اليوم الصبوع خيه شو آخر معطيات ترابلوس بيقول بالمعلومات إنه الجيش وقف حوالي السبعة عشر وقوى الأمن وقفوا تقريباً أدن هول المورطين بعمليات الحرب في أكتر من سبتمائة قنبلة مولوتوف وفي أكتر من تمنتعشر قنبلة حربية هول للرمو على السراي في بس اتنين سوريين موقفين من ضمن الموقفين يعني مش صحيح إنه ما في سوريين ومش صحيح إنه كلهم سوريين وبيقول إنه هول كلهم اعترفوا إنه هني أبضوا مصاري مقبيل النزلة آه اعترفوا آه طبعاً من مين؟ هلأ هون من مين بيقول وزير الداخلية ومش سالم زاران إنه اللي أبضوه هون واضح إنه طريقة عمل أنه بتشمع عمل خلايا الأمنية اللي بتدروها الأجهزة الأمنية المحترفة اللي أنت ما بتوصل فيها لمطرح جدة لكن بضيف معلومة إنه نفسها هاي المجموعات اللي كانت عم تحرق بسرايب الترابلوس هي اللي نزلت حرقت بالصيفة وببيروت بالبلد من فترة وهي نفسها كانت متواجدة بالبقام من فترة وهي نفسها كانت متواجدة بمناطق لبنانية أخرى من فترة وبالتالي هاي مجموعات الشغب هي مجموعات مش إذا بدك من نبض المدينة لا هي مجموعات بتم استئجارة للتخريب في كل مكان وعنده كل زمان تقدير وزير الداخلية وخلاصته وهيدا التحقيق بعب منتهى إنه نحن عم نحكي عن جهاز أمن محترف ومش جهاز أمن يعني عم نحكي عن جهاز أمن لبناني لا هيدا الجهاز الأمن فيكون جهاز لتنظيم فيكون جهاز لهيئة فيكون لدولة لدولة فيكون بدك إياه عامل خلايا غير مطرابطة مع بعض البعض لدرجة أنه أنت بحاجة لتحقيق عميء وجدة لتوصل لمن الرأس أنا بتمنى هون عبر حضرتك عبر إذاة النور ما بقى يخلونا عم نقدم سيناريوهات افتراضية أنه فلان وفلان وفلان لا خريهن يطلعوا أسماء ووجوهن وخلاصات التحقيق بالوقت العاجل ووقت اللي بدون يتنقل من الأول ما بيتم ضبن يعني لا في سؤال أخطر ليه تم ضبن هني زاتن أكثر من مرة ومين كان يدهرون مين كان يدهرون سهلة هاي نعرف أيوة هون أنا آتي وأنا قلت الحكي لما عالي وزير الداخلية أقول روح فتش مين أخلى سبيلهم ومين حكي مع عيد القاضي بالمرة الماضي ليقلي سبيلهم أكيد حادثك بتعرف أنا ما بعرف لأنه بعد هيدا الحكي هلأ هلأ عمره دقائق أنا تقديري بديك تلحقي لأنه واضح أن عم تتعاطي مع ناس من الزمين والقصة مننا عفوية في جوع في ناس جوعانين نزلوا في ناس حضرين مجموعات أمنية تنزل تحرق وتشتبك مع القوى الأمنية مشهد الجوع لواحد ومشهد التحريض عن نزلي لواحد ومشهد المجموعات اللي نفزت لواحد القراءة الاقتصادية دون الأمنية خطأ القراءة الأمنية دون الخلفيات الاقتصادية والمعيشية خطأ آخر في ترابلوس ثلاث مشاهد مجموعات جدية حقيقية غاضبة من الإقفال العامة من الفقر نزلت على المظاهرة مجموعات أخرى في الظل حرضت الناس تنزل وهي ما نزلت وموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات ثالثة تخريبية وفق لوزير الداخلية شاركت بكل أعمال الشغل في لبنان توقفت أكتر من مرة واخلي سبيلة أكتر من مرة خلينا نروح نلاقي الرابط بين هيدا اللي لابسي جرافات وقعب ورا اللابتوب وعم بيحرض وبين هيدا اللي نزل حرق إذا منلاقي هيدا الرابط وهيدا اللي نعرف مين الجهة اللي عم بتديرهن لأنه اللي بيكب ستمائة قنبلة ملوتوف وثمانتعشر قنبلة حربية هيدا مش واحد جعان هيدا واحد مرتبط بجهاز أمني منظم الحريري يعني ممكن يكون وراهن لأنه بالبداية انتر أنه الحريري هل برأيك تيار المستقبل بهال وارد؟ ما راح خمن لكن انا تقديري انه تيار المستقبل لا مش هو اللي حرق تيار المستقبل بتاقيلwa اللي نزلوا هون وهون وهون بلبنان ع الصفيراء الزرق بنزلوا بس هولي طلعوا ما هي شو اللي صار نزلت الناس بكل لبنان وطلعت الناس من كل لبنان بسسناء طربلس يعني قطعوا الطريق بالبقاء قطعوا الطريق الساحل قطعوا الطريق ببيروت مشأك وفجأة اللي صفروا وننزلوا صفروا ونطلعado في ناس نزلوا معاش طرعوا بس تكون اللعبة هالأد أمنية ودقيقة ما بسمح لعقلي اني ازهم بس مين اللي دهرون من الحبس المرة السابقة هون هيدا السؤال جدي ممكن يكون طيال مستقبل مين اللي عمدها طيال مستقبل أشرف ريفي الأتراك يعني خلينا نستعرض لإماراتيين هالأسماء اللي عم تنزلت هلأ نصيحة لكل الجديين اللي عم بيدوروا شو صار هيني روحوا دوروا شوفوا مين اللي دهروا للشبيبة اذا بتعرفوا مين دهروا للشبيبة بتعرفوا مين اللي مورط او مين اللي عن غبة مورط لأنه اليوم احيانا بيكون في مسؤول بيتيار معين هيدا المسؤول مربط مع جهاز أمني مش شرط يكون زعيمه بيعرف والحمد لله ثلاثة رباع الزعمة التيارات عنا كلمة زعمة كبيرة عليهم ومبهبطة لأنه بيكون مش عارف حده شو عم يعمل سكرتيرته شو عم تعمل في أشخاص غطوا هالموقفين وضهروهن أول مرة وطاني مرة وطالب مرة هول الموقفين هلأ موقفين كمان رح يضغطوا ويظهروا سؤال برسم الرأي العام هول الأشخاص نقلا عن الوزير الداخلية يشاركوا بكل أعمال الشغب بكل لبنان يعني عم تقول ممكن يكون في زعمة تدخلوا لأخراجهم بس هني ما فهمين هون مين ومين عم يشغلهم نعم لأنه بدك تشوفي مين اللي حولي هون بنحكي كتير عن رئيسنا جيب مئاتي ممكن يكون هو لأنه أهل ترابلوس يمكن هني من ترابلوس شو قالك وزير الداخلية لأ هني من هو عين ومن كل لبنان ماروحان وراحوا ع ترابلوس مش هن هيك عم نقول يعني هاي دي تركيبة لهيك نقول نجيب لا واحد ولا شو وظيفة ما جرى في ترابلوس بالسياسة بهذا التوقيت ما هيدا الغريب استاذ سالم زهران لأنه نقال إذا أصدني أثروا على الحكومة لو بتضلوا العاني بترابلوس سني وسنتين ما رح تأثر شي على الحكومة والسياسة في لبنان شو الهدف يعني شو الهدف من ما جرى لأنه هيدا مشروع أمني متل ما حدتك عم بتقول بده يكون له وظيفة سياسية لما تجي الكاميرات علي هون ويوقف بعضهم يشتم بعض الشخصيات السياسية الأخرى وهالمرة أداء الإعلامي كان أحسن شوي كانت تنقطش الكاميرا يعني شو مطلوب طيب أنا قاعد مسائب بيتي على خط عين الرمان الشياح يوصل خبر عاجل أنه في توترات بين الشياح وعين الرمان طلعت ملقيت بني آدم على الطريق مع أنه كان في خبر أنه في توتر في توتر وهو ما قاله أساس إنسان مواحد على الطريق ما في إلا هالعسكر يا حرق ووقف النص معناها كان مطلوب من هيدا المشهد تنهار الدولة والسراي لو تم اقتحامها وحرقة هي عنوان رمزي للدولة ومن بعدها يمكن كان لازم تفلت بقية المناطق وصار في محاولات صغيرة وما زبطت بتقديري نحن عم نقرأ بالكتاب الغلط بالسياسي عم نقرأ أنه هاي الحركة بتفيد بسيل ولا الحريري بالحكومة لا مش مزبوط هاي الحركة عندها معنيين المعنى الأول تأسيس للاها مركزية بالقوة بنجرى عليها كل اللبنانيين وفشلت لأنه هاي المجموعة النواة الصغيرة طلع ما عندها الإمكانية تنفذ هيدا المشهور والجيش تعطى بحكمة على العكس اللي عم بيحكوا غيراك نسأل هلأ ستسرر الهجوم الحريري على الجيش لأنه الجيش لو نزل على الطريق وقتل له عشرين ثلاثين أربعين موحبا كنا صنع لا بيقدر ما يقتل حضرتك استيس سالم بهيدا الأحداث بتقدر قوى أمنية والجيش تنزل وتضب الناس إذا كان في قرار وما بتقتل حدا الجيش كان عم برائب مسألة تانية وصايرة بكتير مطارح وبلمون الجيش كان عم برائب مسألة تانية وانا مش شغلت يدافع عنه يعني كان عم بيقول طيب بنفس الوقت شو عم بيصير بقية المدن والمناطق كان فيه تقرير عم بتقول وقتل الجيش بد يفوق بقوة عى طرابلوس رح تشتعل أكتر من منطقة بذات الوقت وراح يكون ما عنده القدرة يضبطها كلها بذات الوقت لهيك كان عم بتعطى إذا بدك يرخي ويشد يرخي ويشد يرخي ويشد اخر شي حسما اخر شي لما حسما انضربه اخر شي حسما وقت اللي ظهروا من كل بقية المناطق وقت اللي ظهروا من كل بقية المناطق لانه خبر اللي صفروا بالسياسة انه هاي القصر بطلنا بالسياسة ظهروا المسياسين بقية هاي المجموعات اللي مشاغبة يلي فيك تنزليها بس مش شرط تطلع ياولي مرتبطة مع بعضها بطريقة عنقودية اذا باختصار هذا الرسالة في رأي اخر بيبعب التحليل وبيقول لا انه كلمة الفرنسيين اجو قالوا لبنان بتشعل المخابرات التركية ترابلوس لتودي له رسالة انه مش لا واحدك بتلعب بلبنان لكن هذي قراءة انا ما عندي الى اذا بدك هيك مستندات بين ايدي انا ما عندي الى طرف خات لكن قراءة واقعية منطقية مقبولة انه شو هالصطفة كل ما ماكروت حرك تجاه لبنان بيشتعل الشارع وبتزاد من نقل مدينة ترابلوس كما لانه الصطفة اللي بتتكرر تلات مرات بتبطل صطفة وبيراجعوا اصحاب هذا السيناريو بتواريخ محدد بالليك بتاريخ محدد صار مبادرة فرنسية صار حركة كذا بتاريخ محدد زار ماكروت لبنان صار كذا هذي قراءة في الخلاصة ترابلوس تعاني من مزيج من الحرمان من الضائقة المالية والاقتصادية والمعيشية لكن الذي حدث فيه ترابلوس في المرحلة الاخيرة كان منفصلا عن كل ذلك النقطة التانية ذكرتها بتحليلك للي صار بترابلوس انه هيدا الأتراك عم بيبعته رسالة للفرنسيين يعني وبيلأيك انه الأتراك صاروا قواية بترابلوس وبالشمال كمان هم في وجهتين نظر بيو في مبالغة بالحديث عن نفوث تركي فعال خلينا نقول وقدرته على الفعل في فيلم الشمال نياب الدور السعودي عن لبنان واختصار الدور الإماراتي هكي على دور لوجستي إعلامي إذا بديك مخلي التركي يلعب بترابلوس ببلاش لا الأتراك اليوم عم بيحضروا كانوا لناها قبل بمرة لخمسين ألف جنسية للبنانية من أصول تركمانية الأتراك باللبنان عنده جمعيات ثقافية واشتغلت وفاتت على شخصيها بثمانية أزار وبأربعة عشر أزار سنية الأتراك مش بس أنا الأتراك الجانب المصري عبر أكتر من مرحلة ماكرو شخصيا قال وأرضو جاعل قال له جيت على لبنان وشحطوك ومقبلوه بدورت وبالتالي إغفال الدور التركي عن بحر المتوسط ومن بوابتو ترابلوس لا هو إغفال منوا واقعي بعدين اليوم المرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في العالم هو أردوغان وبالتالي اليوم فيه إغفال إخوان المسلمين في لبنان أقلية ومن يجوز سنة قال ليك مظبوط ولهيك استحدثوا جمعيات وتشكلات أنجي أوزية إذا صحت العبارة مرتبطة بالأتراك وشرف بوراك ولو كان هيك صديقنا وسوريا وبيحكي عربي أحسن مننا شرف إجا لهون رد على مكروب الزيارة مع الهلال الأحمر التركي وبالتالي الدور التركي في لبنان موجود هلأ بيتكبر زيادة على الزوم أو بيتزغر صار شي تاني لكن وجوده هو أمر واقع ورجعوا هني أعلن أنه مستعدين يرجع عمره ما تم ما حرق فيه وحتى المرفق قبل المرفق لأن المرفق له معنى أنه أنا عم بيجي فوق من الباب العريض اليوم المرفق اليوم السفير الإماراتي من الحدود لبنان الجنوب إلى الحدود لبنان الشمالي موجود وبين هلالين بس يكون بلدك ملعب في فتبول ما تستغر بيجوا اللاعب الأجانب يلعبوا فيه مش التركي لواحده عم يلعب كل الأجهزة عم تلعب بالامنان نقطة الأولى اللي ذكرت أنه مجرى في ترابلس قد يكون محاولة من بعض لتأسيس لللا مركزية بالقوة مين يعني بذلوا اللاعب المركزية الكتائب النحو المركزي العنفية وعنوان فيطفاء وطويل وبعتقد ملحم الرياشي من فترة عمل مناظرة عن الموضوع هو زميلنا حسان ايوب باكي رسائل لبعضهم تشرب بالألام بتأسس عليها يدنياش في كتار بايد البلد عم بقوله نحن ملنا مشبورين نعيش مع بعضنا كيف بدنا نفك؟ في البعض عم بقول مثل سامي جميل لا مركزية إدارية موسعة ويمكن يكون معوحاء في البعض الاخر عم بقول لا فدرالية وخليها تكون فدرالية وعلى رأس السطح وكل واحد عنده علم ونشيد كمان وبتسمعون لهؤلاء الأصوات في البعض الاخر عم بقول لا هيدا لبنان أصغر من انك تقسمه او انك تفضر له او انك لا مركزه لبديك ايه لكن هيدا النقاش جدي وحقيقي ايه والوزير جبران باسيل ما رح اهرب من السؤال اكتر مرة قال يا منعيش مع بعضنا بمساواة يا خليك الواحد مننا يفك وكمان المشروع الاسلاميين بين هلالين لانو انا قصة هيدا الاسلاميين ما كتير بحب هالعبارة ان احنا كلنا اسلاميين لكن الاسلام السياسي اذا بدك ايه عندهم مشروع الامارة و انا اشتغلت وثائق للميادين اسمه سقوط الامارة عرضنا فيه من الضنية لعرسال لكل هاي التجارب كيف اكتر مرة كان فيه حلم الامارة عند عدد من الاسلاميين كمان فيه بعض الاسلاميين يلي بيحلموا بامارة معينة في لبنان مشروع الفيدرالية او اللامركزية او الامارة ومش بس عند المارونة او عند بعض السنة او لا هو عند كل الناس عندهم هيدا الافكار ما فيه تفسير اخر لوظيفة سياسية اخرى لما جرى بترابه الفوضى سيتكرر المشهد برأيك اذا قلق بكرة بترفع الدعم رح يتكرر المشهد بطريقة اعناف وهالمرة رح يكون القوى الامنية مع المتظهرين مش ضدهم هي انه هلأ اذا رفع الدعم يعني صار فيه مبرر يمكن كل الناس تنزل لا لا انا عم بحكي عن هيدا المشروع المريب اللي فيه وراء حدا عم بيحركه فيه امكانية بعد لتحريكه باي وقت هن بيختاره يعني ما فيش بيمنع مشكلتنا ذكرتنا مثل السمك بننسى بسرعة اخد بوثينا وهيدا شي عايب وعقم يعني ما هي الجولة اللي صارت كتار مستغربين فيها وكتار كانوا عم بقولوا انه ليش انت عم تتعطى هيك ببرادي مع الوسط تماما من ثلاثة شهور صارت وقبل ستة شهور صارت ولح ترجع تصير على عكس كل تطمينات قادة الاجهزة الامنية والسياسية كلهم عم بقولوا ما راح تصير انا على هوا بقول لك راح تصير لكن السؤال هل تقدر تنصيها مثل هالمرة او لا راح يكون استعقد تبجير اقوى هذا السؤال المركزي انا مؤمن ومدرك ان كل ما يحصل مرة يحصل مرتين وكل ما يحصل مرتين يحصل مئة مرة الحدث اللي صار اذا بكرة افرجوا عنهم لهول الشباب وصارت اتصالات سياسية عظم الله اجرك حضر حالك شهر زمان بيرجع بين عاد اذا هول موقفين وتثبت عليهم انه هني اللي قاموا عملية الحرق وادعيت عليهم باحكام قاسي ووقفتهم ووصلتهم على المحكمة العسكرية على القوس ايه فيها ما تنعاد بس اذا بدك ترجع الدهر يوم راح تنعاد نعم استاذ سالميني ما فينا نراهن على موقف اماراتي مؤشره كان وترجمته العملية كانت باطلاء او يعني الاتفاء اللي صار ما عد اطلق صراحة مواطن واحد زيد الضيقة ولا نشوف قديش بده يستكمل وانه هيدا مش فقط مرتبط بهذا الملف انه ما بيعكس قرار اماراتي بربما مقاربة مختلفة تجاه لبنان طبعا مقاربة بالدرجة الاولى مختلفة عن المقاربة السعودية اللي مقفلة الابواب وتصريحات المسؤولين ما عم تتغير يعني اخر الشي كان تصريح وزير الخارجية السعودي واضح وانقال انه بالاتصال بين ماكرون وولي العهد قال له ماما نساعد لبنان وما خصنا بلبنان ما فينا نقول انه الموقف الاماراتي هو بيصب باتجاه اللي ذكرته حضرتك لهو انه تبني عربي خلينا نقول هون على المستوى العربي للمبادرة الفرنسية انه هيدا مؤشر انه في شيء يعني سألتيني السؤال وعم طلع على التليفون اذا وسطت المجموعة التانية لانه مفترض خلال ساعات اليوم توصل كمان مجموعة من عشر اشخاص ولا اقل مجموعة احد عشر شخص وصل شخص في عشر على الطريق ان شاء الله البقاية البقاية نوعد اللي واي ابراهيم انه خلال هيدا العام تخلص قصتهم لانه معقد شوي كونه في احكام مبرمي بحقهم وبالتالي هني بحاجة لمسار قضاء مختلفة انا اعطي الشخصية انه فيها الناص اسمه اللواء عباس ابراهيم الو سنتين اللي انا بعرفهم على القليلة في شيء سبع زيارات على الامارات برات الضوء يعني مطلعوا الاعلام اكرامة هالملف اللي انا رأي الشخصي فيه انه اجا اللواء عباس ابراهيم قال بعيدة اللحظة الاماراتية يلي بحاجة فيها لكتير من الطمأنينة والهدوء الداخلة بسبب التطبيع مع اسرائيل ووجود اسرائيليين هني اهداف مشروعة لكل اللي حاملين الفكر القومي والمقاوم هيدا احلى وقت اطلع زور الامارات وجرب اقتنس ملف الموقفين اللبنانيين يلي بحل مشكلة مش بس لللبنانيين كمان للاماراتيين ماذا لقيتوا بالتطبيع انه شو الامارات يعني بهاللحظة مستقبلة تبين عن حسن نيع هيك شي نعم راح اللواء ابراهيم وتوفر يعني تحسن صورته جزء من تحسين الصورة وجزء من تفكيك الالغام والمشاكل لانه في قراءة بتقول اساسا صار توقيفن لهول الشباب ضمن ما صار التطبيع انه نحنا راحين عن طبع كل واحد كان لبناني كان عراقي كان هندي كان شو من كان جنسيك فلسطيني بفكر يمد ايده على اسرائيل يبدي يفوت على الحبس جيبوه لهالشابيه بيضبوهن تضبوهن طيب هلأ اللواء ابراهيم قال له قايده احلى فرصة بجرب انا حل مشكل معه يعني ازا هن قلقوا القبض عليهم بسياق التطبيع لا بسياق تخويه في البقيين انه انتبو يلي بدو يلعب هون بالامن او حتى يفكر يلعب بالامن او يكون عندو استعداد فطري انه يلعب بالامن بدي يفوت على الحبس يعني بس انه هلأ لما فلاتون يعني عم بيبعتوا رسالة بتقولوا انه احنا ما نتساهل اكيد مش بالعكس هلأ هني بموقع المتشدد اكتر تجاه القضاء يعني بدي بسطها بدون ما بيين انه عم قلل من قيمتها مثل انت بتنزلي هيك بتنقلي على حي جديد بتربي اولاد الحي بمشكل هلأ بتسمعي فيها هايدي طيب هلأ هني ربوا الناس بها المجموعة واسف على العبارة ما عم لاقي غيرها حتى غيرهم يعتبر وقفوا لهم الفيز اللي اعمارهم بقتقت فوق الخمسة وخمسين مشاق او ستين سنة لللبنانية وديقوا وهلأ رجعوا فتحوا يعني عملنا بروفا فرجيناكم كيف رح يكونوا التعاطي من هون ورائح كل واحد تحمل مسؤوليتهم يعني هذا لا يعني انه الامارات على استعداد لمقاربة الملف اللبناني حتى السياسي بطريقة اخرى على اساس انه ماكرون حكي معه نتجاوب بكل صراحة او انه الرئيس الحريري راح ورجعه فتحوا لبواب مع انه العلاقة مع الولي مع ابو ضبي يعني مع حاكم ابو ضبي ما كانت كتير ايجابيا بينه انه رجعت ايجئينه وكلهم ما فينا واحدة واحدة لواء ابراهيم عم بيأكد على امرين الامر الاول ما في صفقة يعني بالصفقة في بدل يعني ما في بدل الامر التاني عم بيقول ملف الموقفين اللي سنتين عم بيشتغل فيه ووقتها قام فيه حكومة وكانت ساعد الحريري موجود وكانت تزوير رئاسي شغالة وبالتالي ربطة بهالما صار مش صحيح لكن حتما وقت لي راح الامارات اخر مرة حكي بكل شيء بما فيه الملف اللبنان ومساعدة لبنان لكن لي انا فهمته ما بعرف اذا فهمتي صح والله غلط معلوماتي انو الاماراتية عم بيقولوا نحنا ما رح نشتغل بلبنان واحدنا وما رح نعطي لبنان واحدنا وما رح نبادر للبنان واحدنا ما منعطي لبنان الا ضمن اطار دولي يعني بدى يصير فيه مؤتمر دولي قاعد فيه عالطولي اماركا وفرنسا والسعودية اللي نحن نعود عالطولي هلأ اطار دولي ايه بس بيعطوا من دون السعودية بدون ردة السعودية معنا هالا عم قولوا ما بيعطوا إلا اذا كان فيه عالطولي الاماركاني والفرنسي وبالسعودية سعودية وهلأ عم بيلك اياها معلومة منها تحليل تواصل العربي اللي حصل مع الجانب المصري وانا رأي المصريين اللي عبدور مع الاماراتية مش لفرنساوية تواصل المصري السعودي اكدوا فيه السعوديين انه هن ما بدوا يسمعوا بسيرة لبنان وانه بالنسبة ان لبنان اتهى وانسيناه حصل تواصل مصري اماراتي تحت عنوان مواجهة التمدد التركي في لبنان وانه متل ما احنا عم نعمل استراتيجية جديدة بسوريا وبنفس الوقت انه عم بيوصل ارار الافراج عن اللبنانيين بين الالان كانت عم توصل مساعدات طبية اماراتية لسوريا كنت عم تنفك كمان للدول السورية وعم تنفك مشاكل الفياز لبعض السوريين وهذا ملفه كيف نحكي فيه عجنب وبالتالي عم بيقولوا المصاروية الاماراتية متل ما عمنا عم نعمل استراتيجية جديدة مع السوريين لمواجهة النفوذ التركي ومتل ما نحنا موجودين بليبيا مع بعض عم نقاتل لمواجهة تمدد التركي الاخواني نحن نحتاج الى مقاربة جديدة في لبنان المقاربة الجديدة في لبنان لملا ليكن الفرنسيون الواجهة فيها وعليه وهذه معطيات وليس مجرد قراءة المصريون تدخلوا عند الاماراتيين من اجل القبول بالدور الفرنسي لمواجهة التمدد التركي في لبنان بينما السعودية رفضت ان تسمع حتى باسم لبنان في اي حوار مصري سعود بس هايدي يعني ليه مخفف من تقلة لهالمعطى بالحديث عن امكانية يحصل انفراج بالموضوع الحكومي هاي ده معطى مهم يعني انه ممكن اليوم اذا مصر متل ما انت عم تقول بس مصر قادرة ايه قادرة فاعلة ليش الاحساس دايما انه مصر هيك بيطلع السفير او مسؤول بيزورنا مرة وبعدين بيختف الدور المصري من عيد اخر زيارة لوزير عربي على لبنان كانت وزيرة الصحة لمصرية وجابت مساعدات واشتقعدت مع خينا حمد حسن وعملوا مؤتمر مع بعضهم صحفي بتعرفوا انه وزير حزب الله اعلى نسبة مساعدات للبنان بعد الانفجار المرفق كانت مصرية الرئيس السيسي والرئيس العربي الوحيد اللي جاب سيرة لبنان تقريبا بكل اطلالة مؤخرا كان عم يجيب سيرة لبنان مش من باب الهجوم على حزب الله ابدا مولا مرة ذكر حزب الله بالعكس من باب الحل وان مش رح نسمح بسقوط هيدا البلد بايد العصمالة العرب يا اختنا بوثينا من ايام سيدنا نوح من ايام سيدنا نوح بيشتغلوا على ضد يعني مطرح ما بيشوفوا عدو موجود بيشتغلوا وبالتالي مجرد دخول العامل التركي الى الساحة اللبنانية مجرد الزيارات السياسية اللبنانية الى تركيا مجرد نشاط الجمعيات التركية بلبنان بتخلي المصريين يقربوا على لبنان بتقليلي المصري قادر يعمل حل واحده بيقول لك لا بس انا اللي باعرفوا انه المصريين مع الرئيس بري حكيوا بالموضوع مع عامل الغاز للكهرباء انا اللي باعرفوا انه المصريين محيدين حزب الله من كل خطابهم السياسي الهجومي ولا مرة مسؤول مصري واحد لمح تلميع حتى على حزب الله انا اللي باعرفوا انه الفرنسيين والمصريين بمركب واحد من ليبيا وجر يعني عكل حوض البحر المتوسط وبالتالي لا تقديري الشخصي في مسعى مصري لكن السؤال الثاني هل الاطراف اللبنانيين بيقبلوا يبيعوا هاي البيع على ماكرون والسيسي بلك لا بدون يبيعوها لبايدن ما اذا بايدن قال اذا بايدن علن ان قال لهم البروكر الوكيل بدك يسميه المندوب ماكرو بيروحوا عن ماكرو وفي ملفان تذكريهون منيح وراح يكون عند الجرأة ملف الاول رفع العقوبات عن باسيل وخليل شوفين يانوس ياللي بعد شوي بديتبلش تسمعي والملف التاني ترسيم الحدود قلت انه السفيرة عم تحكي بترسيم الحدود ويمكن عم تحكي لتلاقي وظيفة لحالة بالمرحلة المقبلة وفي كتار عم بقولوا ليش بدنا نبيعيها في مؤشرات كأنه جبران باسيل باخر اطلالات لاله تعاطى وكأنه العقوبات اصبحت وراءه وكأنه عنده ثقة بمكان ما انه هالعقوبات ستزال عنه لان في سابقة بامريكا هي قصة انصار الله باليمن وعيد النظر بالقرار اعادة النظر بقرار انصار اليمن بيخلي اكتر الوزير جبران باسيل يتروى عم يتعاطى بعيد الملف ويقول ايه اي لا انا قلت بالحالة اي لا مجموعة من اصدقائهم انه قصة ثلاثة اربعة شهور منكون رفعت العقوبات انا ما سألته بصراحة يعني بهالوضع الاقتصادي استاذ سالم يعني كل فترة بينقال انه الوضع ما عاد يحمل بنرجع من كفي على الطريقة اللبنانية نضغط على الحاكم المرة الماضية اما موضوع الدعم لحزيران بحزيران اذا ما تشكلت الحكومة بيتم استدعاء للقضاء نشو بعضه وبعضه ابي رأيك مكفي لحزيران الحاكم ايه مكفي مش انتهى مش رسالة فرنسية اوروبية او لا سيرضخ لما يطلب منه فرنسيا معين مبادرة الفرنسية في من ضمنها تعيين ساميرا الساف حاكم وبالتالي اذا صارت المبادرة قبل حزيران ايه بفل الحاكم بيجي المندوب الفرنسي وهدا واحد من المل بفل المندوب الامريكي بيجي مندوب الفرنسي اه تقريبا بحزيران اذا ما كان في حكومة بس انه سهلت المندوب الامريكي المندوب الفرنسي اذا ما كان في حال سياسي وحال اقليمي وحال دولي بيقلوله الرياض سالمي ملف قضائي شرف عالت الحقيق رفعت دعم لقيلول اللي بيرجع بيروح بيأمن بيرفعت دعم لقيلول هاك هاك عم بصير هلا اللي بيقل لي كار هيك بيكون عم بيجزب ع حاله عالناس الحقيقة هي عالشكل التالي طول ما الدعم شغال ما في مشكلة الناس عمهلة بتشكل الحكومة وكل واحد عم بستفيد من ملف تشكيل الحكومة حل مشكله الشخصية ساعد الحريري بده ملف الحكومة والاشتباك مع الطير وطني الحر اللي يزبط على هاته الخليجية ويشد عصبه وبشارعه الوزير جبران بسير عم بيقلك اكلته عقوبات ليش لا ازان اطرنا لنا شهر زمان وشلت هايدي العقوبات طيب ازا مشينا بملف ترسيم الحدود ومشينا بالمبادرة الفرنسية ومشينا بملف الحكومة مين بيشير العقوبات عن الشبابة نعم ومش عم بيحتي عن جبران لواحده جبران وعلي ويوسف هيك لكون انا موضوعي واقعي بل نختم بموضوع الكورونا فيه اقفال جديد بحسب معلوماتك معلوماتي لا معلوماتي انه الدولة صارت عم ما بعرض اليوم بالشهر واحد صاروا عم بيدرسوا جديا اذا رح يقدر يوصلوا الاتماني لانه الناس رح تفجر انا اللي بعرفه ومعلوماتي طبيا رح ينقال نحنا بحاجة لا اسبوعين عمليا وسياسيا واقتصاديا رح ينقال لا بس ما رح ينفتح مرة واحدة البلد رح ينفتح على التدريج يعني ايه على قصة الساعة ستة مطاعم سكرة رح يجي مليون جرعة من الامارات انا عم بحكي عن حالي وتجربتي وهلأ خينا مهندس الصوت نفس الشي كان عم بيخبرني احنا اتناين مثلا وفي منا اكتار اخذنا مناعة طبيعية لهكي تقديري صرنا واصلين لجزء بس ما باب محسومي فيه ناس عم بيقولوا ايه مثل اللقاح اللقاح شو هو اللقاح اشتري على الممثل وجيه قابل قطع مرة تاني بس انه عنده مان خمسة لستة شهور واللقاح نفس الشي اللقاح بقيت عمليه مرتان بالسنة وحتى في دول كندا اشترت لكل مواطن اربعة جدعات يعني كل اتناين معحد لانه بدي ياخدوا بالسنة مرتان كل الدراسات اللي عم بتقول انه هيدا بتصير متل الفاكسين الجريب اللي بناخده كل سنة بتصير تغديب السنة مرة او مرتان اللقاح ضروري ونحنا بحاجة نوعى الناس ونقول للناس اعملوا لانه ما عنا خيار تاني ايه بيوصل منه مشكلة ومصرياتهم مامنين ان شاء الله تكون طريقة توزيع مامنة وباعتقد مامنة لسبب بسيط الناس خايفين يتعملون واللي معهم مصاري اساسا عملوه موجود بلبنان ولا راحوا برد انا بعرف كتار جايبوه على البشر الرئيس الحرير لوحده جاي بخمسمية الو لموظفينه خمسمية وعملوه بلشنا بمليون خلصنا بخمسمية للبديجارد يعني المليون مش شواقعيين هو متل تسعمية الف وزيفة هل هو انها والا الامارات الامارات مرح تعطي لا الامارات ايه يمكن يعطونا طيب يعني يمكن يعطونا اما هي طلعت خبرية انو الاردوغان بدي يعطينا اما التاني نهار تلعة خبرية الامارات ان شاء الله ما يكونوا طاروا اتنينهم يعني يطلعوا اتنينهم اخر شي خبار انا مع اللقاح حتى لو اجاب منك ولا لنبور باستثناء اسرائيل طبعا ايه مطرح في ايه ايه مطرح في ايه يجي لقاح اهل وسهلا فيه اتنين حقوها اللقاح اربع دولار الله لا يكسر حدك يعني اربع دولار الدولة فيها تلقح كل اللبنية هي عم بتقول انو التلقيح لكم يعني شو اربع دولار المليون اللقاح اربعين انا محرزين يعني نعم استي السالم اذا حضرتك فينا نقول تبدد الاجواء الايجابية حول تأليف الحكومة وبتقول ايه بتقول ما في مؤشرات يعني حقيقية حول هذا الموضوع وعملت قراءة لموقف عون من جهة ولموقف الحريري من جهة ثانية ليتبين انو يعني الرئيس عون مش بيوارد اليوم انو يتنازل لان هو التشكيل اللي عم بقدم له ياها الرئيس الحريري فيها نوع من التنازل عنده فهو مش بها الوارد من دون اي مقابل وفي ظل عقوبات فردت على جبريان باسيل وبالمقابل كمان الحريري برأيك عم بيبعث من خلال تشدده رسائل الى دول وخاصة اقليمية وهالموقف هيدا وهالرسائل بترجع بتأويله العصب وبتمكن له موقفه وموقعه في الداخل اللبناني وبالتالي لا حكومة الا اذا ماكرون حصل على تفويض علني من الدول العربية ومن الولايات المتحدة الامريكية بانه القرار الدولي والاقليمي بانه هاي المبادرة تمشي وهيدا لا حد يتهلق بعده ما له ما يؤكده والحال الثاني هي انه اللي جرى بترابلوس على مستوى كل لبنان فمنكون قدام حالة فوضى بتتطلب من الكل انه يعملوا خطوات يعني غير تقليدية ومن خارج السياق فتتألف الحكومة كمان بالنسبة لللي صار بترابلوس بتقول انه معلوماتك من وزير الداخلية انه هؤلاء تلقوا اموال ولكن يبدو الجهة المشغلة هي جهة مهنية فمن النوع اللي مش بسهولة منقدر نلقط مين هي ولكن برأيك ما جرى بترابلوس ما بيمقله عامل واحد هو مجموعة عوامل مثل المثل اللي بقول لا يبنى الحائط من حجر واحد في العنصر الاقتصادي والسياسي والامنة والتدخلات الخارجية والعوامل الداخلية وهو اما لانه في طرف ما بدو يؤسس للا مركزية بالقوة واما رسالة من الاتراق الى الفرنسيين عم نشوفها دايما كلما عم ينحكى عن انه المبادرة الفرنسية ممكن ان تعود للحياة في لبنان بموضوع الاماراتيين طبعا بموضوع المبادرات يعني ما وفقت انه في اليوم مبادرة لحزب الله على يعني كلمة مبادرة كبيرة في مسعى وكمان قلت انه اللي عمله اللي واعباس إبراهيم كأنه وصل الى حائط مسدود من اسبوعين كمان بموضوع الامارات اللي واعباس إبراهيم يعمل على هذا الملف منذ سنتين وصفته بالقناص اللي بيلطقت اللحظة المناسبة وكانت اللحظة المناسبة برأيك لانه الامارات يعني اللي قامت فيه كأنه انهى وظيفته وكان بدت تبعت رسالة تشدد على ابواب التطبيع وكأنه منفهم من حضرتك انه هالرسالة وصلت فكمان بدت تحاول انه تحسن صورتها بعد مسار التطبيع فكان الاطلاق قلت انه بخلال لحظات او ربما ساعات بدهم يجوا البقايا اللي هن عددهم بيصيروا مع المواطن اللبناني بالامس 11 وقلت البقايا خلال سنة انه فيه وعود جدية بس فيه مسار قضاء معقد بحاجة لدروب مختلفة وايضا بالنسبة للعالم العربي حكيت ان السعودين ما بدت تسمع باسم لبنان وتحدثت عن دور مصري واماراتي ان قال بانه المصريين عم بيقولوا متل ما هنه والاماراتيين عم بيعملوا مقاربة جديدة في سوريا لمواجهة التدخل التركي وايضا في ليبيا فلماذا في لبنان لا نكون ايضا امام مثل هذه المقاربة وحكيت انه مصر عم بيكون الى دور كأنه ايجابي في الداخل اللبناني والمرحلة المقبلة برأيك رح يكون فيها ملفين على الطاول لملف العقوبات وملف ترسيم الحدود العقوبات لرفعة لرفعة بدت اجر كأنه يعني واسق من انه سترفع لا لا ماني واسق انا بالعكس بتسألك محامين عاشوا بامريكا ودرسوا امريكا بيقولوا لك انتوا واهمين انه بشهرين بتشيلوها شكرا جزيلا اهلا وسهلا فيك دايما عبر اسير ازاعة النور اشكر الكبير لكم مستمعينا للزميل طارق اسليم في التنفيذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته